موسيقى مساء الخير قبروس تعلن حالة الطوارئ بسبب تدفق موجات اللجوء السوري إلى أن ما يميز موجات اللجوء هذه الأيام انطلاقها من طرطوس التي يعتبرها بشار أسد إحدى قلاعه الثلاث الأخيرة إلى جانب الاذقية والقرداحة بحكم وجود طائفة العلوية فيها بالتأكيد أن هؤلاء الهاربين من جحيم بشار أسد كما يرى كثيرون ليسوا من الساحل السوري فقط وإنما من كافة المناطق الخضعة لسيطرة ميليشياته ومخابراته التي تروج عبر وسائل إعلامه لمهزلة الانتخابات الرئاسية وبأن السوريين في مناطقهم سينعمون بالخير والبحبوحة التي لم يشاهدوها طوال حياتهم ولا حتى على شاشات التلفاز بعد أن يتولى أمرهم سبع سنوات عجاف أخرى خطاب نظام أسد هذا إضافة لإبهارات عبارات الصمود والتصدي والانتصار على الإرهاب والتغلب على الأزمة يرى كثيرون فيها الدافع الأساسي للسوري من أجل البحث عن طريقة هروب من طوابير الخبز والمحروقات والسكر والرز حتى ولو في قبرص والتي لا تصنف بين بلدان الرخاء كل ذلك يدفعنا للتساؤل عن أسباب تدفق موجات اللاجئين هذه من الساحل السوري باتجاه قبرص ولماذا لا يضبط نظام أسد الحدود البحرية هو والروس من الأمر خارج عن سيطرته وأيضا هل سيفعل الاتحاد الأوروبي أي شيء بخصوص هؤلاء اللاجئين ولماذا أساسا يهرب السوريون عموما وأبناء الساحل خصوصا إلى قبرص وليس إلى روسيا أو إلى إيران مثلا أين هؤلاء الشباب العلويون وهم يطلقون عبارات تضحية بحياتهم لبقاء بشار أسد على كرسيه بعد أن أصبح الهروب من مناطقهم على العلن وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يقرأ ما بين سطور الأخبار عن وصول هذه الدفعات الكبيرة من اللاجئين بينما ما زال بشار الذي يتلقف بيانات لا شرعية انتخابته من الدول بكثير من اللوم إلا مبالا وهو يقبع في قصره فيما السوريون يهربون ويتشردون هذا ما سنناقش في هذه الحلقة من هنا سوريا أهلا بكم أهلا بكم مجددا أعلنت قبرص حالة الطوارئ بسبب موجة اللاجئين التي تصيرها من طرطوس المزيد في التقرير وأنا عود للنقاش أكد أهالي منطقة التل في ريف دمشق أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق وواجب وطني على كل المواطنين للمساهمة في إعادة إعمار سوريا وصون عزتها وشموخها وتعزيز قوتها ومنعتها معد التقرير لاحتفالات الطبل والزمر في إطار الترويج لما يسمى بالانتخابات الرئاسية التي تجري بهذا الجو من العزة والشموخ الواردة في كلماته لم يلفته على ما يبدو إعلان قبرص لحالة الطوارئ بسبب تدفق اللاجئين السوريين إليها الإعلان القبرصي يأتي كصفعة في وجه إعلام نظام أسد بأن اللاجئين وصلوا انطلاقا من محافظة طرطوس السورية والتي تعتبر البيئة الحاضنة لنظام أسد كون غالبية سكانها من الطائفة العلوية وقدمت عشرات الآلاف من أبنائها بين قتيل وجريح فقط ليبقى بشار أسد على صدور السوريين وهو الذي لم يعطهم تعويضا سوى بعض الدولارات وصندوق من البرتقال أو ساعة حائط عليها صورته هؤلاء التراطسة وبالتأكيد يوجد بينهم سوريون آخرون من باقي المناطق الخاضعة لسيطرة نظام أسد اشتكى منهم وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس لأنهم أغرقوا مراكز الاستقبال بسبب الموجات اليومية القادمة بالقوارب من ميناء الطرطوس وتقدر الأمم المتحدة عدد اللاجئين السوريين الواصلين إلى قبرص خلال السنوات العشر الماضية بأكثر من 12 ألفا منح 8500 منهم وضع الحماية الدولية فيما تقول قبرص إنهم أصبحوا يشكلون 4% من عدد السكان ومتى سيدرك المجتمع الدولي وعلى رأسهم الأوروبيون أنهم لن يحلوا أزمة اللاجئين إلا بإزالة بشار أسد عن المشهد السوري وأن بقاءه يعني الاستعداد لاستقبال نصف الشعب السوري الآخر الذي يهرب حاليا من طوابير الجوع ومافيات أسد التي تمارس عليه كل أنواع الترهيب وللحديث أكثر تنضم إلينا الصحفية فيوليت غزال بلعة معنا من لارنكا كما ينضم إلينا أيضا المحلل الاقتصادي سامير كاكرلي معنا من هانوفر مساء الخير وأهلا بكم أبدأ معك فيوليت يعني بداية ما هي أعداد اللاجئين السوريين الواصلين مؤخرا إلى قبرص مساء الخير أولا أكيد أخذ باخرة وصلت إلى قبرص ضمت حوالي 100 مهاجر تم توقفهم عند حد شواطئ فاماقستا كابوغريكو ولكن أيضا هناك حوالي 14 مهاجرا سوريا عبروا عبر الحدود الجبلية يعني عبروا من قبرص الشمالية المنطقة التي تساكر عليها تركيا عبر الحدود الجبلية التي هي غير مفتوحة رسميا ولكن بصدر كورونا ولكن هي طريق بعرة وقد تبغلوا في الجبال وصولا إلى قبرص اليونانية كما ذكرت في التقرير هناك استحالة لقبول هؤلاء قبرص تحاول اليوم درس وضعهم وإن كان إعادتهم بالأقص إلى دول ليس لديها علاقات ديكلوماسية أو مقطوعة هي العلاقات كليا كما هي الحال مع تركيا من هنا طلبت مساعدة الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة هؤلاء يستحيل أن تستضيف قبرص المزيد من اللاجئين السوريين نعلم أن عدد سكان الجزيرة يفوق المليون بين قبرص الشمالية مع قبرص اليونانية ولكن نسبة السكان المهاجرين إلى سكان مرتفعة جدا 4% مقارنة 1% في دول الاتحاد الأوروبي حتى أن الوضع الاقتصادي في قبرص لا يساعد نعلم أن قبرص طلبت أيضا مساعدة اقتصادية من الاتحاد الأوروبي من أجل تفعيل الاقتصاد وتنشيطه بعد عامين من الرقود بسبب كورونا وهي اليوم تجاهد من أجل إنعاش موسم السياحة فإذن الوضع الاقتصادي لقبرص لا يسمح لها باستضافة لاجئين سوريين جدد الإنفاق عليهم على تعليمهم على سلامتهم الصحية على استشفائهم وكل ما ذكرتيه هو ما دفع قبرص لإعلان حالة الطوارئ أليس كذلك؟ ماذا تعني قبرص بإعلان حالة الطوارئ اليوم؟ يعني هناك شبه استنفار لأنه كما ذكرت يستحيل إدخال هؤلاء تطلب قبرص المساعدة للنظر في هذه الحال الإنسانية أولا لأن اللاجئين هم هاربون بالنظام لا يحميهم ربما وأيضا هناك شكوك إضافة إلى القضايا ربما الإنسانية هناك مخاوف لدى قبرص من تسلل مرتزقة أو إرهابيين كما اعتدت تركيا وبعض أجزاء من سوريا إرسالهم إلى ليبيا إلى أرمينيا ناكورنو كرباخ يعني هناك مخاوف أيضا أمنية إضافة إلى النخاوط الإنسانية تتحسب قبرص لكل الاحتمالات هي جزيرة آمنة وتريد أن تبقى آمنة جزيرة تعمل على اقتصادها تعمل على تنشيط السياحة العنصر الأمني هو مهم جدا بالنسبة إليها من هنا أعلنت حالة طوارئ لنظرا لوجود استحالة في استضافة المزيد مخيمات اللاجئين هنا في لارنكا وفي نيكوسيا لم تعد تتسع للمزيد منهم وموجات الهروب اليومية أو اللجوء اليومية هي باتجاه قبرص هي حالة مستجدة ويجب العمل أو إعلان حالة طوارئ ما يشبه حالة طوارئ من أجل قطع دابر تلك الموجات تحسينا للأمن القبرصي للأمن الاجتماعي والاتصادي والأمني أيضا لكبرص هذا بما يخص قبرص بما يخص اللاجئين السوريين أنتقل الأستاذ سامر الذين اليوم نراهم يخرجون من ميناء طرطوس باتجاه قبرص إلى أي حال وصل إليه أو وصلت إليه المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا أسد لأن يقوموا أبناء طرطوس والذيقية والقرداحة التي كانت مرتكز لهذا النظام يعني كوقود بشري يعتمد على الشبان من تلك المناطق ليقوموا بالهرب هؤلاء الشبان تحياتي إليك وضيفتك لأستاذ المشاهدين حقيقة أنا بدي بحسن أعزي زيادة الهجرة من طرطوس من مناطق حاضنة النظام لثلاث أسباب السبب الرئيسي والأساسي والأولي نعم ما تفضلتي به سيد إحلام هو انهيار المستوى المعيشي في مناطق سيطرة النظام يعني وصل الدخل الفرد عندنا بسوريا يعني للفئة الأولى والدرجة الممتازة متبغلو ولخدمة 30 سنة لا يتعدل 25 دولار بالشهر يعني أقل من 70 سنة باليوم وهذا يسمى دوليا تحت خط الفقر المطقع أقل من دولار بالشهر يعتبر تحت خط الفقر المطقع هذا ناحية يعني انهيار الحياة المعيشية بالنظام وعدم تمكن نظام الإجرام الأسد من تحسين هذه الوضع المعاشية بينما بنفس الوقت قادر أنه ينشر بملايين الليرات صور وخيمات تجديد البيعة هذه مفارقة اثنين بموضوع الهجرة من طرتوس حقيقة نظام الأسد استخدم من جديد هذه النظرية جديدة أو محاورة جديدة يستخدم ملف اللجوء كورق الضغط للاتحاد الأوروبي هذا بتحليلي قبرص عضوة في الاتحاد الأوروبي وتسيير القوافل التهجير من السواحل السورية وأنا اسمحي لي أحكيه بعجالة قصة صارت معي أنا بالألفين وعشرة بالألفين وعشرة إجا مستثمر وأنا كنت مدير إسمار الزراعي إجا مستثمر بمضيعمل مسامك شاطئية عائمة بطرتوس وطلقت أنا ويا يعني أنا واللي مستثمر طلعنا مندي مشرة طرتوس بدنا نقيس أعماق البحر مشان وين نحط الأقفاص العائمة سيدتي الكريمة لم نستطع وبدنا ننطلع بالبحر شغلية الثلاثة كيلومتر بطرتوس لم نستطع أن ننفذ من هذا الساحل إلا بموافقة أمنية عن طريق المحارس الموجودة على كل شواطئ سوريا طيب هدول كيف عم يطلعوا وهدول معناتها بتغطية من نظام الأسد استخدامه كورقة ضغط السبب الثالث حقيقة ولكن حقت للتوضيح أستاذ السامر يعني ترى بأنه استخدامهم من قبل نظام أسد كورقة ضغط كورقة ضغط بأي سياق بسياق بأنه أنا باقي بأنه كل أوراق اللعبة بيدي هي رسالة وطحة لأنه خصوصا أنه النظام اليوم يحاول أن يروج بأنه انتصر وأنه هذه الطوابير هي مؤقتة وأن الحلول هي قادمة يعني خروج اللاجئين من هذه المناطق تكذب هذه الروايات لا سيدتي نعم بشك تكذب هذه الروايات وبشك تعجل ملف إعادة العمار الذي لا يمكن أن يتم بدون موفق الاتحاد الأوروبي لا أعادة العمار بوجود الأسد معناته هيك ما أعادة أخدوه ورقة ضغط السبب التالي تختيب كريمة بعد ما أفلس النظام يعني عفشو كل شيء ما عصف يتافي ما عصف يشيء وهي دل ورقة تضغط ليش مع حيتان الساحل غالباً مقربين غالباً حيتان الساحل هنا من عائلة الأسد أو من المقربين لعائلة الأسد يستفادوا أحسن ما يستفادوا غيرهم قال لي هنا يستفادوا وحسب ما سمعت بالتقارير بأنه 5500 دولار على الشخص لقبروص هذا ما برزق جديد لمافيات التهريب المرتبطين عضوياً بعائلة الأسد إذا لم يكونوا هم من عائلة الأسد فأنا بعتقد ثلاث أسباب هذه فتحت هذا خط التهريب الجديد بعدين بيقولوا قبروص بعيدة يعني حتى طرطوص بعيدة هي زود يعني حتى لو طردنا بأنه الهدف النهائي للمهاجرين ليس قبروص بل إيطاليا زيادة فرق يوم اللي كان يطلع من مرسين لإيطاليا بيطلع من طرطوص زيادة فرق يوم فلذلك الخط رائج بالنسبة لشبيحة النظام وبتغطية وتسهيل النظام ناهيك عن انهيار الحالة المعيشية في سوريا هذا كله ساعد بفتح هذا الخط الجديد من طرطوص إلى أوروبا نعم سيدتي أستاذ فايوليت يعني ذكرتي حضرتك بأنه موجات الهجرة هذه هي مستجدة إلى قبروص وناشدت قبروص الاتحاد الأوروبي هل تري بأنه هناك جهوزية من قبل الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات جدية بأنه توقف حالة اللجوء هذه وحالات الهجرة بإصلاح الخلال الرئيسي وهو تواجد نظام أسد في الحكم في سوريا أولا أسمحي لي أن أوضح أن الموجات الهجرة ليست مستجدة ولكنها مستجدة بشكل يومي يعني منذ العام 2010-2011 تحديدا منذ بدء النزاع والحرب في سوريا بدأت موجات الهجرة ولكن بشكل يومي لم تشهد قبروص وصول القوارب على هذا النحو أو حتى العبور الحدود الجبلية في شمال الجزيرة هناك كما ذكر حتى ضيفك هناك رسائل يواجه بشار الأسد في أكثر من اتجاه رأينا الأسبوع الماضي الاجتباكات إذا صح التعبير التي حصلت في بيروت الشرقية المسيحية عذرا على التعبير ولكن هناك حساسية معينة في تلك المناطق النازحون السوريون ذهبوا إلى الانتخاب ذهبوا يجهرون بحمل صور بشار الأسد وهم ذهبوا ليصوتوا له وهذا ما أثار ردود فعل ونزع عنهم فعليا صفة لاجئ يعني اللاجئ يكون هو هارد بالنظام ولكن أن يصوت لاجئ لرئيس هذا النظام يعني هو قادر على العودة وهو يحمي هذا النظام ويختاره من هنا هذه الإشكالية أثارت جدلية في لبنان وحتى في المجتمع الدولي لأن صفة اللجوء تنتفي عن أي شخص يصوت وهذا ما دفع بعض بلدان يعني الاتحاد الأوروبي لمنع أو لمنع فتح صناديق الانتخابات فيها ولكن يعني هذا يأتي في السياق حديث آخر كل هذه المواضيع هي متصلة ولكن اليوم بما قامت قبرص بإعلانه وهي حالة الطوارئ ونجدت الاتحاد الأوروبي هل ترى أنه الاتحاد الأوروبي جاهز لأن يتخذ خطوات أكثر عملية لوقف اللجوء وخصوصا أنه هناك مخاوف قبرصية وكانت سابقا أوروبية من موجة لجوء هذا صحيح دعينا لن نعويل كثيرا على أي موقف حاسم لأوروبا يعني التجارب أسمتت أنه هناك مواقف مختلفة ومتناقضة داخل الاتحاد الأوروبي ولكن أقله نجحت قبرص حتى اليوم في إعادة ما ترفضه من مهاجرين وهذا ما يجب أن تحصل عليه من دعم من الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة قوارب اللاجئين هي حتى أعادة قوارب اللاجئين قادمة من شمال لبنان من ترابلوس تحديدا ضمت لبنانيين وسوريين يعني إعادة تلك القوارب قد لا تشجع قوارب جديدة على المجيء لأن طالما فتحت الباب كبرص لمرة واحدة من أجل استضافة المزيد من اللاجئين سنرى هناك تدفقات جديدة النظام يستغل ربما اليوم وضع المجتمع الدولي يوجه رسائل في أكثر من الاتجاه يريد بشار الأسد تعزيز صورته يعتمد على بعض حلفائه سواء في الجوار أو حتى أبعد من ذلك ولكن في النهاية المجتمع هو الذي يدفع الثمن حتى الدول المجاورة يريد أن تدفع هي أيضا ثمن ربما عبء ما يعانيه في الداخل أو ما يفرضه تفرضه سياساته من أعباء ثقيلة على مجتمعه سواء اقتصاديا أو أمنيا أو حتى سياسيا ولكن لا أرى أن الدول المجاورة أو الدول الصديقة مستعدة لتقديم التضحيات من أجل الحفاظ على نظام بشار الأسد واستمراره في السلطة طيب عدم تقديم التضحيات هذا هل تري بأنه أو عدم قدرة هذه الدول لتقديم أي تضحيات إضافية لبقاء بشار الأسد في السلطة قد يدفع هذه الدول لممارسة ضغط أكثر جدية لإزالته من السلطة أو لإيجاد حل جذري ربما ولكن لنأخذ مركز كل دولة في عملية صنع القرار يعني كبروس هي جزيرة صغيرة غير قادرة على أحداث تغيير جذري ولكن بتحالفاتها ربما مع اليونان حتى مع قرنسا حتى مع دول إيطاليا ربما وإسبانيا داخل الاتحاد الأوروبي نرى أنها قد تشكل فرقا أو بداية لتغيير في مسار يعني تعاول قبروس ربما على مناخ آمن في الجوار مناخ هادئ من أجل إتاحة المجال أمام إعادة تنشيط اقتصادها سواء السياحة التي تنتظرها في هذه السنة وأيضا على سعيد قطاع النفط والغاز الذي هو قطاع معطل بفاعل استفزازات التركية في بحر المتوسط يعني أيضا هناك يعني العديد من الملفات التي تراجعت لدى قبروس من هنا الدول بحاجة اليوم إلى إعادة تنشيط اقتصاداتها وهي بغنى عن انفقات جديدة أو أعباء جديدة تتحملها اقتصاداتها مثل ملفات النزوح في ظل موجات كورونا يعني لازال نعاني من تداعيات كورونا والمخاوف من إعادة تفشي هذا الوباء من هنا فإن قد تتحرك قبروس في اتجاه الاتحاد الأوروبي إذا ما بقيت قوارب اللاجئين تصل إلى شواطئها وقد تضغط أكيد من أجل وقف هذه القوارب وأيضا من أجل إحداث تغيير سياسي ربما يقطع هذا المسلسل من جذوره يعني المشكلة هي في الداخل السوري اللجوء هو نتيجة حتمية لمضايقات ربما أو لأزمات اجتماعية كما ذكر ضيفة تدفع الناس إلى الهروب من نظام من مجتمع من اقتصاد من وضع اجتماعي ضيف من هنا فإن معالجة المشكلة في جذور تنهي مشكلة النزوح وهذا ما تريده أوروبا يعني سواء اليونان أو حتى إيطاليا تعاني طبعا من هنا قطت نعم وضحت هذه النقاط سيدة فيوليت أستاذ سامر المشكلة كما ذكرت سيدة فيوليت بأنها بالداخل السوري وجزء من هذه المشكلة أيضا حلفاء الأسد إيران وروسيا لماذا نرى الوجوء باتجاه دول الجوار ولا نراها تتجه إلى إيران التي لا يتطلب وجود تأشير الدخول إليها أو حتى إلى روسيا سيدتي يعني أنا فاتني أحكي نقطة مهمة كتير كمان طالبين اللجوء اللي تتجه إلى أوروبا كمان غير المعيشة والسزامة والكوارق الضغط هناك مشكلة التجنيد الإجباري والاحتياطي كمان هؤلاء عم يهربوا من معارك محتمة إذا سحبوا على التجنيد إيران إذا تم التوجه المواطن السوري مثل ما تفضلتي بدون فيزا وبدون أي عقابات لا نفرض جدلا لا نفرض جدلا بأن إيران تنعم بمحيات اقتصادية مثل أوروبا النظام الإيراني مشترك والنظام الروسي مشترك بقتل السوريين هذا المهاجر أو اللاجئ لإيران وروسيا سوف يقمط عليه ويعاد إلى سوريا لذلك هذه الموضوع نهائياً ما في مجال يبحثه لأن شريك القتل بشار أسد هو إيران وروسيا بس محيلي أنا بس وضح على السيدة اللي من قبرص فيوليت أنا أتفق معها بأنه قبرص كجزيرة صغيرة حقيقة تواجه مشكلة عويصة بهذا الموضوع ولكن أنا باعتقادي لا يعالج الخطأ بخطأ يعني هناك خطأ من النظام السوري أو جريمة من النظام السوري بفتح بتدمير بلده وفتح باب الهجرة لا يعالج الخطأ بخطأ إعادة اللاجئين إلى بلد تعتبر حسب تصنيفات الابتعاد الأوروبي هي بلد غير آمنة لابد من الانتحاد الأوروبي يعني متكاتفا دوله كله أن تسعى لإزالة هذا النظام لا حل لأوروبا من وقف الهجرة الغير الشرعية إلى شواطئ إيطاليا وقبرص وفرنسا وكل أوروبا إلا عن طريق إسقاط الأسد يعني أنا بتأسف جدا أنه لما الدول الأوروبية بسناء ألمانيا اللي منعت الانتخابات بي عندها أنه شاركت وشاركت خلافا للقرار الأممي 2-2-5-4 يعني أنا كدولة مثلا بفرنسا أنا عندي مبرر 2-2-5-4 أني إلغي الانتخابات ليس تدخل بشؤون الآخرين هناك قرار أممي أنت موقع على الأمم المتحدة يا فرنسا ويا النمسا ويا كل الدول فكيف تسمحين بإجراء هذه المنزلة على الأراضيكين حقيقة إذا لم يكن هناك إرادة دولية أوروبية مجتمعة وعدم انقسام هذا الانقسام الأوروبي اللي منشوفه بتجاه نظام الأسد لا يمكن أن تتقف مشكلة الهجرة إلى أوروبا يجب نزع هذا النظام القاتل المجرب طيب لماذا دائما خيار اللاجئين وهنا نتحدث عن من خرج مؤخرا من طرطوس أو من اللاذقية أو من القرداحة يعني نرى الكثير من أبناء تلك المناطق اليوم في دول اللجوء لماذا كان خيارهم دول الاتحاد الأوروبي وليس خيارهم دول حليفة لهم هي إيران أو روسيا قلت لك سيدتي بأنه اللي هربانين من اللجوء كمان هربانين غير من المستوى المعيشة هربانين من سياسة التجنيد الإجباري والاحتياط إذا طلع على إيران لح يقبط عليه ويعاد إلى سوريا الروسيا وإيران شركاء بالدم السوري فكيف ستسمع بهروب من التجنيد الإجباري نظام الشباب الطائفي العلوية وأنا أسف ما أحكي بالنفس الطائفي ولكن هذا توصيف واقع كانوا فكرة الثورة السورية خلال شهرين ثلاثة يتم قضاء عليها صلوا عشر سنين وعم يدفعوا دم لقاء بشار الأسد وبعدين الحياة سوف تستمر فلقوا أفضل حل هروب من التجنيد ودفعت حقيقة هناك من حاضنة نظام يعني من أكتر من ست سبع سنين الشحادي عضو بجل الشعب قال إنه صاروا مئة ألف من أكتر من سبع تمام سنين الآن الأرقام تجوزت ذلك بكثير الموضوع حروب من الجندية الإجبارية والاحتياط إيران وروسيا بهذا الموضوع هم نفس نظام الأسد يعني نفس تصرفات النظام الأسد سوف تعدهم للتجنيد أو بجوز تاخدهم على الفصائل الزينبيون والفاطميون من يتمنع إيران أو روسيا من فاغنر أو من زينبيون وفاطميون التعيد الذي يبيهرب لإيران وروسيا يتعيده كمقاتل مرتزق بفصائل الشعية الإيرانية أو الروسية فاغنر أستاذ فيوليت اليوم اللاجئين المتواجدين على الأراضي القبروسية ما هو مصيرهم في ظل كل الأوضاع التي تحدثت عنها حضرتك من وضع اقتصادي وأزمات أخرى تعيشها قبروس يعني قبروس طلبت مساعدة من الاتحاد العروفي لحل هذه المسألة مخيمات اللاجئين هنا باتت تستوعب أكثر من قدرتها حتى أن قدرة قبروس على الإنفاق على النازحين وأعطائهم حقوق إنسانية وصلت إلى صقفها الأعلى فإذن هناك استحالة في إدخالهم إلى قبروس وأعطائهم منح اللجوء ولكن أرى أن الأمر سينتهي بإعادة هؤلاء أو ربما لا أدري إذا كان ترحيلهم يستحيل أيضا ترحيلهم إلى دول أوروبية أخرى لأن ما تعاني منه قبروس تعاني منه كل دول الاتحاد نعم طب أستاذ فيوليت استحالة إبقاء هؤلاء اللاجئين ألا تري بأنه أيضا بذلك قبروس تناقض الاتفاقيات التي تحمي فيها حقوق الإنسان والتي وقعت عليها وهي جزء من الاتحاد الأوروبي صحيح صحيح حتى لو رغبت في تطبيق تلك الاتفاقيات هي غير قادرة يعني نسبة أعداد اللاجئين قياسا بعدد السكان بلغت 4% مقابل 1% لدول الاتحاد الأوروبي فإذن هي تجاوزت تلك الخطوط الحمر وهي غير قادرة على الاستيعاب وإذا فتحت الباب أمام قوارب اللجوء من سوريا هناك قوارب اللجوء من لبنان ستأتي أيضا لأن هناك أيضا أزمة اجتماعية والسياسية وآمنية في لبنان وهذا يستحيل حتى أن ربما السوريون في لبنان سيتاجهون إلى قوارب لبنانية هذه باتت تجارة رائجة كما ذكر ضيفك أيضا والكل يستفيد منها ولكن هناك استحالة في فتح الأبواب قبرص غير قادرة على استقبال هؤلاء وأرى أن هناك أيضا استحالة في ترانسفير تحويلهم إلى تركيا أو إلى دول أوروبية أخرى سيعودون حتما إلى سوريا وهذا ربما ترىه قبرص لأنه إجراء رادع لمنع القوارب من المجيء أو المزيد من القوارب من المجيء إلى شواطئها هناك أزمة يجب لا أدري إذا كانت ستدرس على مستوى الاتحاد الأوروبي فقط ربما المجتمع الدولي معني بها أيضا ربما على مستوى الأمم المتحدة يجب معالجة هذه الظاهرة الإنسانية التي بدأت تتفشى يعني منذ بدء الثورة في سوريا أو حتى الاترابات في أفريكيا يعني نرى هناك قوارب أيضا تخرج من ليبيا ومن تونس يعني هناك مهاجرون دائما طوال الوقت باتجاه الاتحاد الأوروبي الخدرة باتت كبيرة جدا هي مسببات أمنية والسياسية وربما يجب معالجتها على صعيد المجتمع الدولي على صعيد الأمم المتحدة وأرى أن اليوم الانتخابات في سوريا قد تشكل مناسبة للمجتمع الدولي من أجل إعادة فتح هذا الملس ودرسه من كل جوانبه يعني إذا بقي بشار الأسد فالأزمات كلها تطفق يعني الأزمة الاجتماعية باقية أزمة لبنان سوريا باقية الارتباط العضوي عبر ملفات عبر قنوات التهريب من لبنان إلى سوريا هي أيضا تشكل مشكلة لابتصاد لبنان ولبنان غير قدر على تحملها هناك مليون ونصف نازح سوري في لبنان يصوتون أزمة اللجوء حقيقة والنزوح تعاني منها كل دول الجوار ولكن في ظل استمرار الأوضاع الراهنة في سوريا على ما يبدو أن هذه الأزمة ستستمر أيضا ومن يدفع الثمن اللاجئين السوريين المتواجدين في دول الجوار مما يتعرضوا له وأيضا مواطنين تلك الدول بسبب الضغط الاقتصادي الذي يحصل سألنا متابعين على وسائل التواصل الاجتماعي أنه اليوم لماذا يركب أبناء الساحل مراكب الهجرة إلى قبرص ويقدمون لجوءا فيها بنسبة 12% ترى بأنه هذه الأخبار هي أخبار كذبة للنيل من انتصار سوريا الأسد على الإرهاب وبنسبة 88% مما نصوت يرى بأنه الحياة في ظلمة في الأسد لم تعد وطاق وهذا ما يدفع الشبان لأخذ مراكب الهجرة إلى قبرص أستاذ سامر أترك لك التعليق على الاستطلاع وما جاء فيه سيدتي نسبة 12% يجب عكسها أنا ما ليه بصدد دفاع عن اللاجئين أو واجبي دافع عن اللاجئين في لبنان 12% هذه النسبة التي خرجت فيها أستطلاعكم أنا ممكن أعكسها على نسبة المشاركين من اللاجئين السوريين في لبنان ما جرى في لبنان أمس جبل محسن يعني أنا أجتني أخبار تقارير ساعية باللحظة الحدث شبيحة جبل محسن وشبيحة وهاب وشبيحة حزب القومي هم الذين جروا العالم إلى الانتخابات وهلكم صورة اللي صوروها هدول اللي عم يرقصوها هدول لا يشكلوا أقل من 12% نعم سيدتي أكثر من 88% من المستطلعين بيقولوا بأنه هذا حقيقة وليس كذب وهناك مثل ما حكينا في أسباب وأسباب تتعلق بوجود وحكي ضيفتك العزيزة من قبرص بوجود هذا النظام المجرم لا حل أنا بتفهم حقيقة وضع قبرص الجزيرة الهادي الجميلة في بحر المطسط ذات الإمكانيات القليلة أن تتحمل 4% من السكان ولكن يجب أن يكون الحل أنا قلت على اتحاد أوروبي هي صلحت على مستوى المجتمع الدوري وأتفق معاه بإزالة هذا المجرم وخاصة بأننا كجعب سوري مظلوم سارة متسلح بقرار جينيف 1 عام 2012 وبقرارين أمميين موافق عليهم ضمن مجلس الأمن 2-2-5-4 و2-1-1-8 فيجب العمل على انتزاء هذا النظام نزع من سوريا حتى يهنأ المنطقة والعالم بالأمان نعم سيدتي شكرا جزيلا لك سامير كاكرلي المحلل الاقتصادي كنت معنا من هانوفر الشكر أيضا لسيدة فيوليت غزال بلعة صحفية كانت معنا من لارنكا مشاهدين بهذا نصل إلى اختم هذه الحلقة من هنا سوريا أعود وألقاكم غدا بإذن الله اشتركوا في القناة